مع محمد من طرابلس محمد كيف تابعت وكيف تابع أهل طرابلس هذه المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة بنغازي السلام عليكم عليكم السلام محمد طبعا ما كانش حد ما يتوقعش أن بنغازي تطلع والمدن الليبية تأيد عملية الجيش وتطهيرها من القزات والأتراك كلنا فرحنا بي الشي هذا الشي هذا اللي نفقدوه في طرابلس غير متاح الموضوع وانا كدت تتكلم على غزو وانا كدت تتكلم على مرتضقة السوريين وانا كدت تتكلم على زباطة تراكو استخبارات مهيمنين وصيدرين على طرابلس بالكامل ويجتمعوا فيها وحتى أن العملاء متاحهم اللي جابوها مما زي شوالي وغيرها والسويل والسراج مش قادرين حتى يخشل القاعدة بها أتراك يعني هذه الفيطة روحي من واحتلال واضح انت ضد الجيش ركع موضوعك لكن كدت تتبيع توصل بك المرحلة انك انت تتبيع بلادك وتدخل بها أتراك وتدخل بها سوريين وتبدأ تدفع عليهم وتبدأ يعني على الأقل يعني تجدش باحلة تلقى أن الجيش الليبي كل الليبين نعرفوها كل الليبين وكل مولادنا كل مولاد قابايا المعروفة نعم يعني هذه شي مش غريبة يعني يعني جسم طبيعي جيني تقولي لا للحكم العسكر بهاي كوي لا للحكم العسكر بهاي يعني حكم الأتراك كويس حكم الغزو كويس في دولة في العالم تفرح انه في جيش أجندي خشلها جيب لي دولة واحدة كفرحانة بالكلم جيب لي دولة واحدة في العالم اه احتفلت ودافعت على محتل يعني مقارنة الآن انت تقارن محمد بين المشهد في مدينة بنغازي وما يحدث الآن من اجتماعات بين قيادة الجيش وبين ضباط الجيش الليبي كلهم ليبيين وفي على أرض ليبية بكل سيادة بكل قوة بكل وجود لهذا الجيش الوطني وبين ما يحدث في طرابلس حيث طرد اه اه طردت ما تسمى بقيادات جيش الوفاق او الميليشيات الوفاق الذي ادعوا بأنهم جيش ليبي وفي الآخر اصبحوا عبارة عن يعني من فتحوا الأبواب لاحتلال رسمي وتم اهانتهم حتى من المحتل بطردهم حتى من قاعات الاجتماع الاجتماعات التي حدثت مؤخرا عند زيارة وزير الدفاع التركي المشهد مفارق والمعادلة يعني كبيرة بين الجهتين بين جيش وطني يجتمع بقياداته وقيادات ما يسمى بالوفاق مطرودة خارج قاعات اجتماعات الاتراك في طرابلس يا فوي احمد نعم الناس هذا تم شمعت البراج وميليشياتهم والناس اللي تدعم فيه شي هو هادو ناس فاقضين يعني فاقضين حتى ايرادتهم فاقضين قرارهم قرار يجي من انقرة الحكم لوطة للمرتزق السوريين حتى اللي بيني خافوا يطلوا حد من حوش وانت شفت الفيديو وكيد الوليدين كلهم شافوه الفيديو اللي يكتل اي إنسان عنده قلب واحد يستاذ من هو يخش لدار نوما ايهانا ما ظعت ايهانا معرفت كيف الناس كبير ساكين في طراب وكيد ميطلوا ساعت تطلع على خاطر ضيا متطلع على خاطر وطفة يعني تطلع على خاطر حاجة تطلع 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 هم يبزن تطلع يجبو لكم مولدات التركية ويجبو لكم الشركات التركية وهم هم 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 المنطقة الشرقية ما مش بيهم انهم هم يتكلموا زينا احنا في العشرين في العربة وشرين ساعة مرد عندهم مش ضي ايهانا مش بيه لكنا مواني مش بيه شوية تمز غاد لما لم أعزل شي مدبيط رابط قنص المدينة في العالم مش سهلية لكن هذا الوضع غير صحيح تمتني الوضع غير صحيح يعني يشبح في المستشفيات نبنا يشبح في كده حتى مش الحراك اللي صار هو الحراك شعبي ناس طلعوا ناس مدني يعني هذا شي يرفع اراث ناس عبر عن رأيها تتكلم وين يقول الحرية ما فيش يقول كدام وقتل والمدارة كلها عالم الاستقلال ونسوطيها كدام عيوننا وين الجيوش اللي يحكوا عليهم اللي واكثين مع الجيش وين ما فيش كلهم بيين ببعض أيضا الشي المستغرب محمد عندما اتجه الجيش لتحرير طرابلس المنطقة الغربية بالكامل قالوا بأن هذا عدوان وفي ذات التوقيت استقبلوا وفتحة الأبواب وفرشوا البساط الأحمر أمام الجيش التركي أمام الاحتلال التركي والمرتزقة السوريين من المجموعة كبيرة بالألاف من الإرهابيين كيف تعلق على هذه المفارقة يعني من ناحية يقولوا لا للعسكر لا للجيش الليبي هذا يدمر طرابلس هذا عدوان على طرابلس ومن ناحية أخرى أعطوا التحية العسكرية لمحتل وفرشوا البساط الأحمر للمحتل والمحتل طردهم أصلا حتى من من قاعات الاجتماعات ومن غرفة العمليات في طرابلس وأيضا غرفة العمليات اتضح بأنها في قاعدة معيتيقة اللي تحججوا وقالوا بأن الجيش يقصف مطار مدني بينما اتضحت الرؤية الآن لجميع أن مطار معيتيقة هذا عبارة عن يعني صبغة لقاعدة استعمارية يتحكم فيها الأتراك يا أخوي أحمد العدوان العدوان مش إن الجيش يخش بحر بقى البلاد وكنا عارفين إننا في ميليشيات وفي إرهابيين هذا هذا اسم تحرير وهذا اسم أنقاب للوطن في حد إختلافين اتنين يعني الضربة كلهم عارفين إننا في ميليشيات وقضائل ومسيطرة وعطابات وإرهابيين وكنا نشوف في الكلام ما هو وصوته صورة هذا مش مخفي في العالم ولم نقولش في كلام ولم علومات سرية هذا مش مخفي قدام عيوننا حتى هم صرحانين وتلقى الناس مطلوبين دوليا يحاربوا معهم ومرتزقة وتتزايا العدوان لما تشيطي يا الدراك العدوان لما تجيب لي سوريين العدوان لما تمشي تديري التفقيات على حساب الليبيين ولما تتنازل على يعني بلاك ناوت سيادة هذا هو العدوان العدوان ميليشيات وتجيب لي جماعة اعتمادات وتجيب لي جماعة إخهم بورسنا وتحاربونا بخبزتنا وتحليبنا وتضينا وتمييتنا هذا هو العدوان مفيش عدوان أكتر مهيكي نا مفيش طرابس ما تقدرش تتحرك انت من بعض العصر خلاص جيبت خبز تكوكي ما جيبتش خبز تك تقعمل ويجوع موت فم كامل داكو تقطع تنهان ويوف تطمع بدرجة ان المهمة ينتظر حياش الناس واعتقالات في الليل ما يتوقفوش لاعتقالات وييرت هي حتى نيابة ولا قضاة تقدر تدفاع ما ما بيش خلاص اللي شدوه جيهة بجهولة ومطيرها الله واعلم ويببو فلوس حتى يببو فلوس وما رأس بيطلوه لكش ويعني هذه هي العدوان يعني مش بحش العدوان هذا هو العدوان لكن اما الجيش ينطب المنطقة الشرقية كلها ويحارف كل الارهاب يعني 24 طا يقولك عنين حارف الارهاب والعطابات وعطوا عن فرصة اكثر من مرة ان مما يفققوا ميليشيات اللي دو فرطت عليه امريكا ان مما يفققوا ميليشيات ومثلت سيف ورغما عنها هذا كان كان مطلب كانش مطلب الجيش بسه كان مطلب الشعب الليبي قبل ما يكون مطلب للجيش يعني بصح ينطبوا شوطة وجيش ومنطبوش ميليشيات لانا ميليشيات مش هتخدم الوطن عندها جندة خاصة تخدم لرئيس اصابتها وتخدم لقابلتها لكن هم نكون نعيشوا محترمين زي ما زي باقي الناس نعم علش العالم كلها تذكر علينا لانا مما يشدوا شدوا الجوازات وشدوا الدولة ومواسطاتها خلونا في يعني خلونا في منظر مش فلو طيب في عجالة حتى استقبل المتصرين آخرين محمد انتم كيف شاهدتوا لوحة بنغازي الشعبية اليوم أمس المظاهرة الحاشدة واعتقدنا احنا مازلنا في مفاجأة أخرى بتخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية يعني هذه المشاهد مشاهد الدولة كيف تتابعوها انتم مهل طرابلس والخروج العفوي يوم أمس وظهور واضح لمؤسسات الدولة والله صبع لحني اخرحنا انما شفنا الناس صلوات وشفنا الزحمة هذي مش غريبة على الناس انها تطلع لانه هذا موضوع خلاص حساسي ولا موضوع بلاد يعني بلاد نبعت لغزو يعني معاش مولد مشكلة ميليشيات بس يعني مشكلة اكبر من هيك واكبر يعني التنظيم الرهاني ضخم كتير دولة تبعا فيه ميلاي ترابلس مويلان ترابلس حيث هون الكلام هوا لانه موما جابوهم الناس امام تنصرة والميليشيات اللي مش مضبوطة ودخلوا الفيروس لمصراتها وترابلس وطبعا لما نشوفه في بنغازم نشوفه الناس تلعط ونشبه مظاهرات ونشبه الإعلام ونشبه في مؤسسات حتى كانوا نركزوا على الأجهزة تخدموا الإسعاف ونظامه كحاجة تتفرح بصراعه يعني فيش حتى يعني ميقولك شكي حاجة تفرح هلبة نظام وترتيب وناس تتكلم حتى تتكلم لا ما تتحجمش على حتى تتكلم عن حق حق لي بالاستقلال يعني من حتى نكونوا شعاب محفرم عندنا استقلاليتنا وعنا سيادتنا ويكون عندنا جيشنا وشرطتنا زينا مش معقولة نبدو عمرنا كل يكمل في الميليشيا وضي يهارف مش معقولة نبدو الحليب مش قادرين عليها الخطة مش قادرين عليها مش معقولة يبن تاجروا بينا لترجح هي ويجي يقولك عدوان الجيش هما عدوان الجيش الجيش ما هو العدوان لدارة هو جاي يبيحرر البلات يعني هو جاي ان هو يبيحرر القانون زي مفرضة في المناطق الثانية يعني انت تشبح ما فيش مقارنة بين صراح بلس وبنغاز خلص هدي وعن حف لا تسمع بنية بعسكرية ولا تسمع بنية بع عادية جنيات خضاء لو عمرك تسمع ملك السلطة لا تسمع شي حتى يطلعوا فيهم يطلعوا فيهم بالدعاية يعني لاحرص بلدي ما فيش أجل حليما نشحوش ولا حاجة يعني اجراء بطاومة الزكار نعم انت مش بحش إلا مشهد واحد نعم فيه فيارة ميليشيات مات فيه فيارة ميليشيات جاية وتبدأ تبع على الأخبار هدك يكتلوه في محلة هدك نتزولهم هدوكم اخدوهم السوريين طلعوا إكي الديمية فكرت الضرب قمامة بكل مكان قلت هو ما فيش مجال الواحد نجح لا مية قادر علىها ولا النظافة قادر عليها ولا جيش وترطة قادر عليها ولا أمل ولا أمان ولا أي حاجه ولا رزق ولا خلوس ولا أي شيء منهم محط رزق في البلاد محنية والله العظيم ما شفتها مننا خير ؟ استراج هدو ليبيا كان دولة مستقبلة ومن دولة سيادة اليوم من هنا تشبه فيها أنت كيف يعني أسراك القامبين وفي قاعة ومتكرين عليهم ويأخذوا في قرار قرارات مصيرية على الليبيين وهم القاعدين بره يحرص فيهم والله وعلا ممكن حتى يحرصوش فيهم يقدرش حتى يحرصوهم وزي ما تشوف انت يجيك يقول لك والله يا جيش تربه معيتيك عميتيك مطار مدني صلص غرف عمليات وصلص يمتود وكذا يعني كل شي واضح وانا يتيب قلوب لبلاق الليبي يا رك يتيب قلوب حية بعد طرابلس لازم تنتقل لازم بتحرف لازم يعني يعني تريش بتهله لو انت ميت تكون أشرف لك طيب شكرا محمد من طرابلس مداخلة صراحة صوت مهم لهذه المدينة العزيزة طرابلس مدينة وعاصمة للليبيين ولا تفريط في هذه المدينة صراحة ولا تفريط في أي شبر من هذا الوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر